طيب النهاردة 15 مايو زي ما حضراتكم معارفين وكان تم الإشارة إلى أن يوم 15 مايو هيبدأ إجراءات الخاصة بالفنادق عشان تفتح أبوابها بنسبة إشغال لا تتعدى الـ 25% وحجم العمالة اللي فيها هيبقى بحدة أخصى 50% وبالإضافة لده في عدد من الإجراءات الأخرى النهاردة الحقيقة وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني قام بجولة لتفقد الإجراءات الوقائية والاحترازية الموجودة في عدد من الفنادق بشرم الشيخ للتأكد من تطبيقها لضوابط السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وتفقد الدكتور العناني واللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء صباح اليوم عدد من الفنادق بمدينة شرم الشيخ خلونا نعرف تفاصيل أكتر عشان كمان نعرف طيب مع تفقد الفنادق وإحنا النهاردة عارفين أنه في حوالي 173 فندق على مستوى الجمهورية تقدموا بطلب عشان يتم المراجعة والفحص لديهم للاعتماد لبدء العمل فيهم خلال الفترة القادمة لمزيد من التفاصيل يساعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الوزير مساء الخير وكل عام محرك بخير يا فندق مع الوزير دكتور خالد العناني طيب يبدو أن في مشكلة في الاتصال هنعود الاتصال مع الوزير مرة أخرى الحقيقة أنه زي ما قلت لحضراتكم في عدد من الإجراءات والاشتراطات لو التزمت بيها الفنادق هيتم إعطائها رخصة أن تعمل خلال الفترة القادمة وده في ضوء عدد من الاشتراطات تقريبا في حوالي 18 إجراء يجب أن يتم اتباعهم منهم زي ما قلت لحضراتكم نسبة الإشغالة تتعدى 25% استخدام الأطباق والشاوك والسكاكين تكون كلها بلاستيكية هنعرف تفاصيل أكتر من دكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار مع الوزير مساء الخير برحب بحضرتك معنا وكل عام محرك بخير فن كل عام محرك بخير فن يعني عايزين نطمئن بداية على الجولة التي تمت النهاردة لعدد من الفنادق ومدى الالتزام بالإجراءات السلامة والإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها سابقا هي تاني جولة عاملها الأسبوع ده كان أول جولة في بداية الأسبوع كنت روحت الجلالة والغرداء وسهل حشيش عشان نشوف الأطلاء بالتفاعد إزاي والنهاردة جينا نداري حراط شرم الشيخ عشان نشوف المتحف اللي بتعمل هناك وزورنا المستشفى العالمية اللي موجودة هناك عشان الصفر اللي أنا على تواصل معهم معظمهم بيسألني على شرم الشيخ والغرداء بشكل أساسي وبيسألوا على الاستعادات الطبية عند عاودة السياحة الخارجية لو لا قدر الله حد أصيب هل فيه ساعة طبية ولا لا داخل المستشفى في الاعادات أو في المستشفى في المدن الساحلية وبعد كده عملت اللقاء مع المستثمرين في منطقة شرم الشيخ والنهاردة تفقدنا مجموعة من الفنادق احنا عندنا كنا فتحنا الباب من خوالي عشر سيان للأطلاء اللي عايزة تتقدم لبدء استقبال الزائرين أكبر من اليوم قدم 173 أطل من جمهورية مصر العربية في عشرة اكتازوا الفحص الفني اللي تم معارضة وخلال الساحة اللي جاهد علىهم التفخيص إن شاء الله بإذن العشرة دول يا فندم هل موجودين في شرم الشيخ فقط ولا في عدن من المناطق الأخرى اللي توافق عليهم من معارضة هو شرم الشيخ والغردقة شرم الشيخ والغردقة وهل الفنادق الأخرى اللي تقدمت بطلب لسه بتوفق أوضاعها؟ إحنا رفضنا حوالي 9 لم يستوفق الشروط وإحنا الشروط دي مش هيتطلع قتل يشتغل إلا لما يكون فيه توقيع ثلاثي على الشهادة من غرفة الفنادق ووزارة الصحة المصرية ووزارة السياحة والأصار الثلاثة دولة ما يوقعوا على الشروط اللي احنا اعتمدناها من حق يستقبل زائرين واللي هيخلف كده هيتقبل ترخيصهم نعم طيب الفنادق يا فندم اللي التزمت بالإجراءات ويعني حصلت على الترخيص إنها ممكن تبدأ تفتح أبوابها لاستقبال للزائرين هل هيتم برضو متابعة دورية لها للتأكد من استمرار التزم بكافة الإجراءات؟ قعد الثلاث جهات ما يطلعوا شهادة الترخيص فيه ثلاث شركات ألمبية تم التعاقب معاه عن طريق غرفة الفنادق حينزلوا يفتشوا على القتلات أسماء التشغيل لأننا طبعا هيك عارفة إننا لازم العالم كله خلاص بدأ يفتح سياحة لكن بدأ يفتح بالضابط واضحة جدا ومعلنة نحن الضابط اللي أعلنها الحمد لله حضرت على الاحترام الجانيع ولأنها ضابط صريمة جدا وأنا بذكر مستثمري قطاع السياحة اللي تقبلوها لأن في بعض الحاجات بنسبلهم فيها تكلفة أكتر شوية لكن هم تفهموها يعني مثلا لما عامل من أهلنا يجي من منطقة ودي النية ليروح مدينة ساحلية شرم الشيخ أو البحر الأحمر هيوعد الأول فيه نتطمن على صحته هيوعد 60 يوم ما ينزلش أجازة هنتطمن على صحته قبل ما يرجع لأهله مرة ثانية هنمنع البوفي الترابيزات هنقللها الطاقة الإشغالية لفندو هنبدأ بـ 25% بس ثم نرفعها لليلتزم إلى 50% فضوابط يعني اقتصاديا ليست مربحة لأفحاب الفنادق ولكن هي إعادة تدريجية لحركة الحياة في هذا القطاع اللي توقف بالكامل من نصف مالي نعم طيب معي وزير برضو يعني بعض الناس بتتساءل الموقف هيكون على الشواطئ عامل إزاي في هذه الفنادق على حمامات السباحة الأندية الصحية الأندية الصحية في القتلات هنذكرنا عن القتلات اللي هيخدوا الترخيص بس القتلات اللي هيخدوا الترخيص بس القتلات اللي هيخدوا الترخيص معلش الفترة دي مفيش سبا يعني مفيش ولا ثونا ولا بخار ولا جاكوزي ولا مساج آآ بعد كده في صلاة الجيم هتتفتح بس هتتعقم كل سعة و هتتعقم بعد استخدام كل نزيل الجهاز هذاني بتعقم ده بالنسبة للبيسين هيتفتح باشتراطات معينة في نسب الكلور وفي الكراتي الاستلقاء اللي بتتحط قدام البيسين أو على الشاطئ هيتحط يتبعد عنهم مسافات معينة يعني من متر إلى مترين في المطاعم بدل ما المطاعم مثلا كان هيشيل 100 تربيضة هيشيل 50 تربيضة بدل الكرسي ما كان فيه 12 كرسي حيبو 5 كراسي أو 4 كراسي المطبخ بدل ما كان بيقف فيه 16 واحد حيبو 8 الريسيبشن بدل ما واربعة حيبو 2 يعني نسبة طاقة العمالين العمالة 50% حد أقصى الشنط حتتعقم بره عند النزول النزيل حياخده داخل غرفته حيوصل الريسيبشن أول ما يدخل بيتم تعقيمه هو بسانيتيزر بيتقاس درجة حرارته بيخش الريسيبشن بيكون الابليكيشن مملية والنهاردة القتالي أنا فحصته عمل الابليكيشن على التليفون بحيث نجتم لكل حاجة بتيجي بالكود بتاخد الريسيب بتنضي بألم بعد متخلص الانضة الألم بيترمي في الباكت بتاخد المفتاح بتاعك والنهاردة القتالي اللي كنت فيه لقيته عامل المينيو ورق بحيث ان تعلم بالألم اللي انت عاوز تاكنه مفيش بوفي ودي شرحناها وتفهموها القطاع السياحي بوفي يعني زحمة يعني ناس وقفة يعني ناس بتملأ كلها من نفس السيربيس ده مش هينفع الفترة دي خالص فحنا لغين البوفي كله سيتن هتاخد الأكل بتاع حضرتك الهاوسكيبنج النهاردة لفيت عليه وعش هشوف هيعمله ايه الهاوسكيبنج القطاع بتاع حضرتك الملاية بتاعتك لما هتروح لاندري هي 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 اللي هترجعلك عشان ما تتغيرش من ملاية الى ملاية يعني ملاية حضرتك والأكياس وكل ده بتاعت غرفة حضرتك الفوت بتاعت حضرتك هتخرج هتحط الكيس مكتوب عليها غرفة 112 هتخش اللي هيجي لك بدلها جديد هتروح وترجعلك تاني وده اللي روح يتغسل مكانها يعني بحيث ما تلفش الفوت على حد فوت البحر هتتشال من على البحر ما فيش فوت على البحر حضرتك الفوتة في القوضة بتاخدها معك وتيجي تاخد واحد نضيفة تاني بدلها من القوضة شوية اشتراطات واحنا مش مقلفينها يعني ده احنا جبنا من منظمة الصحة العالمية اللغة دي اللي خلت الصفرة يحترمونا وقالوا ان احنا الضوابط بتاعتكو هي الضوابط تشجعنا على ان احنا لما نفكر نبعت سياحة بره بلدنا مصر تكون على رأسها نعم مش الضوابط بس الضوابط زيارة المستشفى كانت مهمة جدا وانا فخور النشار بالشيخ فيها مستشفى انها شفتها دي ما شاء الله يعني مصر الضوابط عظم المقاطعة فندي يعني على ذكر الصفراء انا على علم برضو وفقا لما نشراته عدد من المواقع حركا فيه يعني زي لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من الصفراء سواء من اوروبا او اسيا او امريكا الجانوبية اللي تم في الحديث بشأنه وقال هناك رغبة في هذه البلاد بالفعل ان يفتح المجال لاستقبال السياح في مصر هو لقاء مطول تم مبارح الصبح لمدة ساعتين مع ابتر من عشرين سفير من الدول المصدرة للسياحة لجمهورية مصر العربية اول حاجة كانوا بيسألوا على الضوابط كان عندهم بعض الاستفسارات الخاصة بالضوابط عاديين توضيحات لها عشان يبعطوا تقارير لبلادهم اتطمنوا للضوابط اللي احنا عاملينها وتم التنصيق معهم ان احنا ان شاء الله هنعمل زيارة معاهم بإذن الله للمدن الساحلية بس مش دلوقتي قدام شوية عشان يشوفوا نفسهم الضوابط اللي احنا عاملينها لان الورق مش كفية لما تشوفها انا نفسي اللي حاطت الضوابط لما النهاردة دخلت القتال اللي اتموا عاملين تفاصيل كمان برة الضوابط بتاعتنا واكثر ضقة جميل فالصفرة اشادوا بيها سألوا لي طبعا عن السؤال اللي قديت رح نفسه على طول تقدر من امتى تستقبل ستحينة نعم ده السؤال العشرين سألوا لي منقدر من تاريخ ايه قلتلهم انا راتي على حضراتكم مرتبط احاكتين واحد انضباط ارقام ومعدلات الاصابة بجمهورية مصر العربية ثانيا التزام الفنادق بالضوابط خلال الاسابيع القادمة احنا مش متعقلين على السياحة احنا عايزين لما السياحة ترجع بشكل قوي متحضر بحيث ما تجيبش نتيجة سلبية احنا نستعجل فيها نعم ونفس الهكاية بالنسبة للسياحة الداخلية الناس احنا ما قلناش السياحة الداخلية هتتبق النهاردة والدليل ان احنا لحتى هذه اللحظة عشر قوطلات تم اكتيار الضوابط لسه ما خدوش الترخيص لغاية دلوقتي نعم احنا قلنا اعتبارا من خمستاشر النهاردة سألت احد الاوتلات نسبة الاشغالة عم تقديها لخمسة وعشرين في المية اوتل تاني خمسة وعشرين في المية طمانتاشر في المية يعني معناها ان اجابت خمسة وعشرين كلهم وطالبين اكتر من كده مش ها قدرات اكتر من كده نجرب الاول اول فترة اول حجوزات عرفتها انها مقفلة خمسة وعشرين اللي هي يوم واحد وعشرين ان شاء الله واثنين وعشرين طبعا دي مرحلة اللي هي قبل اجازة العيد نعم دي اللي احنا متوقعين اللي هبدأ فيها الاجازات بس احنا مش هنقدر نتخطى لخمسة وعشرين دلوقتي نعم وبالتالي معناه انه في اجازة العيد وفقا للفنادق اللي حصلت على الترخيص هتعمل في ايام العيد ان شاء الله بس هي فقط اللي هتعمل يعني كل الاعلانات اللي بنقراها وانا بقول للناس محدش يروح يحجز في اوتل او يدفع فلوس في اوتل اللي لما يتأكد ان الاوتل ده مع ترخيص تشغيل هتأكد ازاي فندم هو الاوتل نفسه يكون فيه شهادة لازم يكون يبعث نسخة من الشهادة دي اتأكد من الشهادة دي الشهادة دي واحنا حنحاول كمان في الاعلان نقول باول باول الاوتلات اللي حصلت على الشهادة يعني احنا مش هزين حد يحتال على الناس ارجو ان يتم الاعلان بالفعل على اسامي الفنادق اللي حصلت على هذه الشهادة ويتم نشر نموذج للشهادة ايضا عشان الفندق اللي يبعث للمواطنين يبقى كل واحد عارف النموذج عاملت زي دي فكرة صح جدا هنعملها اشكر حقيق على الرأي ده في علاق هننزل هنعمل نموذج من الشهادة هننزله على طول عشان الناس تبع عارفها ومحدش هينزل فيه وفيش قتال هيشتغل الا وهو معلق الشهادة بتاعتي نعم طيب مع الوزيرة عفوا برضو في التساؤل يعني ولكن في ضوء انه في حد اقصى لنسب التشغيل 25% هل ده هيواكب معاه ارتفاع في اسعار الحجوزات في الفنادق لا لانه مش من مصلحة القتلات انها تبالغ في الاسعار كل القتلات النهاردة محتاجة سيولا لان طبعا هم داخلهم توقف تماما بقالهم 60 يوم بالضبط النهاردة مفيش قتال في مصف شغال الا منسبة 2-3% اللي هي القاهرة واسكندرية لكن مدن زي البحر الاحمر المخافزة كلها وكانه في سيناء كانت مقفولة فبالتالي مش من مصلحتهم وفي نفس الوقت احنا عايزين الجودة الخدمة طبعا احنا كده حملناهم قصر انا كده محملوا تكاليف انا تيجيت ان انا بقول له مسلا مفيش بوفيت انت لازم تعمل اه اه على كار نعم بيجي بقول له القوضة 25% بقول له الفوض مش عارف ايه اللادري ازاي حتقفل مسلا حتقفل افلت له حاجات كتير جدا بتقالي طبعا هو بالنسباله الموضوع مش اقتصادي هو الموضوع بالنسباله هو ان يكسب ثقة العميل المصري وثم الاجنابي بعد ذلك انه هو فندق قادر على استقبال الزائرين في الضوابط الجديدة وده اللي هيخلي السياح يروحوله بعد كده لكن اللي هيفتح ومش هيلتزم ولا هيروح له المصري ولا هيروح يستيح بعد كده انه مياه اللي هو ما فاقفين قوية جدا 23% مش عشان يكسبه لانه لو حسبتها اقتصاديا هو خسرات طيب سؤالي اخيرة فندم يعني نشرت احدى الصحف الاجنابية معلومة وانا ما كنتش لقيها الحقيقة وما لقيتهاش في الصحف المصرية لها علاقة بالاشارة الى انه مصر هتفتح مجالها الجوي اول ايام العيد وعودة حركة الطيران في 24 مايو ما مدى يعني حقيقة هذه المعلومة لا المعلومة دي مش عندي يعني احدى بالنسبة لي في مجال السياحة الخارجية لا ما فيش كلام في التواريخ دي خالص دلوقتي بالنسبة للسياحة الخارجية لكن المعلومة دي يعني يفضل يسأل فيها مع الوزير التيران تمام باشخح عليك مع الوزير على كل هذه المعلومات بشكرك شكرا جزيلا ورب ان شاء الله الامور تسير بشكل ميسر وامن على الجميع مع الوزير دكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار بشكرك شكرا جزيلا اشتركوا في القناة